أهلا بكم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم في حلقة جديدة من كيف الصحة وخلال هذه الساعة سوف طبعا نصلط الضوء على موضوع مهم جدا عن السمنة المفرطة وأهم العمليات الجراحية وطرق العلاج بالنسبة لكل من يريد أكيد أخذ هذه الخطوة في حياتي بتغيير مسار حياتي كما هو تغيير مسار لأكيد للمعدة والجراحات المختلفة خلال هذه الساعة نرحب معنا دكتور بشار عربيات وهو اختصاصي جراحة وجراحة عامة وجراحة المنظر وزميل جراحة تجميل أهلا وسهلا بك دكتور نحييك أهلا وسهلا ويسعدنا وجودك معنا خلال هذه الساعة وحيي مرة أخرى كل متابعين خلال هذه الساعة أيضا يمكنكم أن تنضموا إلينا وتتواصلوا معنا عبر الأرقام الموجودة على الشاشة أيضا عبر أرسال أسئلتكم عبر تطبيق الواتساب وكالمعتاد أكيد نتمنى لكم متابعة مفيدة خلال هذه الساعة طبعا إحنا راح نتحدث الدكتور عن الجراحات المختلفة ولكن قبل كل شيء هناك أسس في الحياة وفي الغذاء وقبل الوصول إلى هذا القرار النهائي وهو إجراء العملية أو العمليات المختلفة راح نتعرف عليها خلال هذه الساعة حدثنا أولا أهمية الهضم أو مشاكل الهضم التي تبدأ من بداية المضغ وكيفية فعلا أخذ الطرق السليمة والصحيحة في غذائنا وأكلنا ومضغنا حتى لا نصل إلى المراحل للأسف السيئة بإزدياد الوزن سوف نشاهد أولا الصورة الأولى ومثلا تشرح لنا الطرق السليمة للمضغ والهضم طيب إحنا مشان نعرف المشكلة طبعا لازم نعرف الوضع الطبيعي في الجسم صحيح وهو الجهاز الهضمي موجود في الجسم الإنسان يبدأ من عند الفم وينتهي بالإخراج كما نعرف في الصورة يعني الفم واللسان هو أول جزء من جهاز الهضمي يقوم الشخص بمضغ الطعام إفرازات الغدد اللعابية تقوم بترطيب الأكل وإفراز بعض الأنزيمات تقليب الطعام وهو جزء من عملية الهضم لذلك ننصح دائما إلى أشخاص عند القيام بالأكل أنه يمضغوا جيدا يأكل لقمات قليلة فعند الأكل يأخذ راحتهم في الأكل وفي المضغ ما في داعي للاستعجال في المضغ لأنه كل هذا سيتم مضغه في النهاية في المعدة وفي الأمعاء وممكن يسبب عسور في الهضم فأنت كل ما مضغ بشكل جيد أنت ريحت أمعاك وريحت معدتك هذه المرحلة الأولى طبعا تحفيز الأكل والجوع يتم بعدة مراحل على عدة أجزاء جزء منها عن طريق الإحساس بحيث يتم تحفيزه عن طريق العقل ممكن الواحد يشم ريحة الأكل أو يشوف أكل تلاقي إفرازات اللعاب عنده زادت مثلا إفرازات العصارة العظمية بلشت تزيد عنده في المعدة من ثم عندما يتم الأكل والمضغ نزوله إلى المعدة مرحلة الثانية في تحفيز إفرازات العصارة والأنزيمات الهاضمة المرحلة الأخيرة عند نزولها إلى الاثنى عشر تماما فنحن يجب أن نكون حريصين على أن هذه الاستثارة تكون متوازنة بحيث الواحد إذا أحس بالجوع ما يروح يأكل على طول إلى حد خلينا نحكي الإمتلاء الشديد لأن الجسم قبل ما يحس بعملية الإمتلاء يدخل الأكل إلى المعدة المعدة بطبيعتها هي عبارة عن كيس عضلي تقوم بالتمدد إفراز بعض المرسلات العصبية والهرمونية إلى الدماغ بحيث يشعر المريض بالإمتلاء من الوجب هذا العمل يمكن تأخذ خمسة عشرين دقيقة فإحنا كلما تأخرنا شوي في الأكل الواحد يأكل على مهله القيمات بسيطة ممكن الواحد يتكلم ممكن يبلش بشور وممكن يبلسه بسلطة وكذا زي هيك الماء يفضل إحنا بطبيعة الحال وخصوصا في العمليات الجراحية أنه يتأخذ ما قبل الأكل بنص ساعة أو بعد ساعة أنه إحنا إذا حطينا الماء مع الأكل ممكن تصير عملية الهضم وإنزاله عن طريق المخرج المعدة بشكل أسرع وطبعا في إلها مشاكل ممكن بعدين هاي نتحدث فيها طبعا بنزل بعدين عن طريق الحنجرة واللي هي بتمنع دخول الأكل إلى القصبات الهوائية وإلى الرئتين وأنا طبعا دايما إحنا بنحكي الإسراع والاستعجال في الأكل ممكن يسبب مشاكل لا سمح الله منها الاختناق صحيح وإحنا في غنى عن هذا لذلك الواحد دايما يتأني في الأكل يأكل بروية طبعا نوعية الأكل المعدة راح تمتلئ امتلأت بخضروات امتلأت باللحوم امتلأت بنشويات امتلأت كده الامتلاء في المعدة راح يتم راح يعطيك شعور الشبعة فإنت شو ما ملأتها بنوعية قليلة السعرات الحرارية أنت هيك تستفيد بتنقيس الوزن فإحنا دائما مننصح أن يأكل واحد سلطة أو بعض يعدل نوعية الأكل حيث يأكل بعض الأطعمة قليلة السعرات الحرارية ما يعتمد فقط على الأطعمة عالية السعرات الحرارية بنزل الأكل بعدين إلى المريء المعدة هي كيس عضلي يحتوي على أنزيمات هاضمة بعض الغدد أحماض يتم التحكم بالدخول والخروج طعام من المعدة عن طريق بعض العضلات القابدة هي عضلات السفنكترز تقوم عمل الصمامات بدخل الطعام يتجمع في المعدة تم إفراز هذه الإفرازات تم عملية الغدم هضم جزئي أو هضم كلي لبعض الأطعمة خصوصاً لبروتينات لها طبعاً وظائف أخرى مشكلة المعدة إنه هي ممكن تتسع وممكن بعد فترة من الأكل المفرط إنه المعدة نفسها تتمدد شيئاً في شيئاً وصير حجمها أكبر فبعد فترة اللي كان يشبع من عشر لغم بعد فترة بصير عشرين لغم ثلاثين لغم وهكذا وهكذا طبعاً الشاهد على ذلك إحنا لما في صيام رمضان واحد اللي بصوم بشكل متزم طبعاً لاقي شهيته ما بعد رمضان بالرجوع إلى نمط للأكل الطبيعي رح يلاقي مثلاً الصبح ما إلو نفس أو يلاقي شهيته على الأكل محدودة أو إنه ممكن خلال بس يأكل شوية أكل والله تسدد نفسه نعم أو شبع حسب الإشباع أو العكس صحيح دكتور والعكس صحيح لأنه والعكس صحيح كمان هناك أفراط في شهر رمضان رغم الصيام مع هاي المشكلة لذلك أنا قلت الصيام المتوازن إحنا طبعاً مشكلة إحنا نصوم نصوم ناكل مرة واحدة هي لسه مشكلة أكبر كمانا صحيح لأنه الجسم ما بأخذ وقته ولا بأخذ راحته في أنه يمتص مجمل هذا الطعام ما بيعطى له فرصة ما بيعطى له فرصة إذن دكتور مرة بشكوا من سوء الهضم من مشاكل الهضمية صحيح ذكرت نقطة مهمة جداً أنه مع الوقت تدرجاً المعدة تتمدد ولا تصغر لا تعود إلى حالة الطبيعة ممكن في حالة في حالة تبعنا نظام قداء متوازن قللنا كمية الأكل صحيح يمكن الواحد لسه يحس بشيء من الجوع مرة ع مرة الواحد بتعود لاقي أنه كمية الأكل اللي تشبعه صارت أقل نسيج عضلي يتمدد ويتقلص يعني هذه فعلاً أنه في أمل في فرصات في أمل قبل حتى أن يقرر الشخص هذا الوضع الطبيعي وهي طبيعة الجسم البشري أنه يتكيف كمية الأكل اللي يأكلها بس إحنا بطبيعة الحال مع وجود كمية كبيرة من الأكل وفي العصر الحالي وأصبح الفاسفود موجود صحيح والوجبات للسعرات الحرارية العالية والكميات الكبيرة معدم ممارسة الرياضة معدم ممارسة الرياضة طبعاً هذا إشيء ذكرت نقطة أحب أسألها لأن كثير يسألوا عنها عن الشرب الماء قبل وبعد الطعام ما هي التأثيرات وما هي الكمية المتوازنة المفوضة ولماذا يحبّذ أن تكون بطرق معينة أو لا يحبّذ بطريقة معينة طبعاً الماء هو عصب الحياة لا وجود الحياة بدون ماء وهو المكون الأساسي في الجسم البشري كلتين الجسم البشري هو مكون من ماء تمام على مستوى الخلايا وعمستوى العصارات الهضمية ومختلف أشكال العمليات الحيوية في الجسم يكون الماء هو المكون الأساسي فيها العصارات الهضمية تعتمد بشكل كبير الجسم يفرزها ويعيد امتصاصها كميات تراوح تقريباً ما بين 8 إلى 10 لتر يومية نحن نرى اللعاب يمكن ما الممكن نلاحظه ولكن المعدة تفرز إفرازات البنكرياس الكبير والأمعاء الدقيقة كليات هاي تعتمد برضو على الماء زائداً العمليات الحيوية في منها يجب أنه تعمل في وسط ماء وتعتمد على الامتصاص برضو تمام الماء وجوده أثناء الأكل ممكن في بعض الحالات وخصوصاً ما بعد حالات عمليات السمنة ممكن يسبب مشاكل في أحنا منسميها عمليات الاستقلاب أو أو اللي هو إخراج الطعام من المعدة بشكل أسرع ممكن يسوي مشاكل يحس فيها المريض من لعيان هبوط في الضغط أو إلى آخر هذا في حالة بعد العملية خصوصاً في حالة قبل العملية قبل العملية نحن وجود الماء بالوضع الطبيعي لعمليات الجسم الحيوي هو شيء أساسي يساعد في الإشباع وعملية الهضم والهضم الماء الماء هو في الوضع الطبيعي لا يحتوي لا يحتوي على أي سعرات حرارية وسريع الامتصاص لذلك إحنا ما منعتبره بديل عن الطعام تمام إنه لا يحتوي على أي سعرات حرارية إحنا الطعام لأجل السعرات الحرارية والمكونات الأساسية في البناء وفي عملية العيض إذن ممكن يكون بديل ليس للغذاء بطبيعة الحال الطعام أقصد بديل هو آلية يوقف من الإحساس ليس بالجوع وإنما باستمرارية الأكل ما بقدر أحكي لك إنه هو بديل عن الأكل بحد ذاته ولكن بديل عن بعض الأشياء اللي إحنا قاعدين نشوف المرضى بيستهلكوها وبتسبب بالسمنة وهي العصائر أو هذا ما قصدته والمشروبات الغازية إلى آخره في ناس للأسف عندهم نمط استهلاكي بشرب عند العطش عصير مشروبات غازية أو عصائر أو أي محتوى مائي أو سائل في سكريات هذا ما قصدته بالضبط فالتعود على استهلاك الماء هو يقلل من استهلاك المشروبات وبالتالي تقليل الداخل من السعرات الحالية اليوم حلقتنا عن السمنة المفرطة عند الناس العمليات الجراحية رح نتابعها معاك وأنواعها ومدى نجاحها وخصوصا على الأونة الأخيرة أو في هذه الفترة تزايد الطلب عليها كثير من يأخذ الطريق القصير لإجراء العملية بدل من أن يقوم بممارسة الرياضة أو محاولة تخفيف وزنه بطرق طبيعية مختلفة عموما قبل ذلك نشاهد في هذه الصورة أيضا يلي تتعطيب الشارع سؤال جميل بطبيعة الحال نحن حابين ندخل في موضوع السمنة وهو مرض من أمراض العصر أصبح شيء في الزونات ممكن هذا كان إشيء هامشي أو شيء غير مألوف حاليا أصبح أكثر من مألوف بالعكس هو متوقع وفي بلداننا العربية متغيير نمط الاستهلاك وجود البدائل الأكل الجاهزة والمشروبات الغازية الأكل الوجبات السريعة فأصبح كلياته هذا يصب في زيادة الوزن بالإضافة إلى قلة ممارسة الرياضة والعادات اليومية السيئة فترات الجلوس الطويلة عدم ممارسة الرياضة عدم استهلاك الطاقة بشكل أو بأخر بس أضيف كمان بعض الأدوية وبعض حالات النفسية أو أدوية في الحالات النفسية كالاكتئاب صحيح طبعا إحنا منحكي في الوضع الطبيعي اللي هم غير يعني بتكون البدانة مراتية بسبب أحد الأمضاد أو الاعتلالات أو كعامل ثانوي لبعض الأدوية ممكن تكون وراثي؟ العامل الوراثي ليس هو العامل الأساسي بطبيعة الحال ولكن يشكل خلينا نحكي عامل مساعد أو قابلية للجسم نعم لاستهلاك الطاقة أو تخزينها بشكل أكبر أو أقل طيب ولكن في النهاية حتى اللي عنده قابلية وراثية ممكن يتغلب عليها بممارسة الرياضة أو تقليل الاستهلاك للسعرات الحرارية واتباع ممط غداء السعر ماذا عن خلل في الهرمونات؟ وخصوصا عن هذه النساء التي تحدثت طبعاً؟ خلل الهرمونات موجود تنظيم عملية الهضم طبعاً إحنا إذا نرجع الصورة اللي قبل هذه في مجال تم تنظيمها عن طريق إفرازات الكبد والبنكرياس وبعض هذه العملية الاستقلاف أو الميتابوليزم تم تنظيمها عن طريق غدد أخرى فإحنا الطعام لما ينزل عن طريق المعدة تفتح العضلات القابضة السفلية بنزل إلى الاثنى عشر ومن ثم هذه الخلطة لما تكون جاهزة وإضافة بعض العناصر لها من الكبد والبنكرياس تنزل في الأمعاء الدقيقة الأمعاء الدقيقة تراوح طولها ما بين 4 و 5 متر تقريباً يختلف من شخص إلى آخر اللي هي مركز الامتصاص الرئيسي طبعاً هذه العملية من دخول الأكل إلى خروجه واستهلاك الطاقة وتخزينها لعملية الأيد يتم تحكم بها بعوامل متعددة إحنا طبعاً حكينا ممكن في جزء متحكم به نعم وفي جزء غير متحكم به الجسم نفسه يتفاعل معها بعض هذه العمليات يتم تحفيزها أو تثبيطها عن طريق بعض الهرمونات وبالأخص هرمون الغدة الدرقية لذلك نرى عند بعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل في الغدة الدرقية الطرابات في الغدة الدرقية يكون عندهم ثبوط في الغدة الدرقية يحكي لي يا دكتور أنا جاي عندك أنا والله أشوف أني أنا بأكل قليل ولكن يعد وزني بزيد في المقابل اللي عنده فرض نشاط في الغدة الدرقية يجي بحكي يا دكتور أنا قاعد بأكل كتير بس ما بنصح بالعكس ممكن بنحف العكس صحيح نعم فهذا عامل خارج عن إرادته خارج عن سيطرته علاج المشكلة في النحافة أو السمنة يتم عن طريق علاج المرض نفسه المسبب وهذه أول خطوة لتشخيص المريض القادم إلى عيادة السمنة بعمل بعض الفحوصات وعمل بعض التحليل لتأكد من عدم موجود عامل فيسيولوجي مؤدي إلى هذه ممتاز نشاهد الصور الثانية ونراجع مع بعض نشوف أحجام مختلفة مقاسات لكيف هي البداية إلى النهاية طيب إحنا المريض بيجينا عنده مشاكل في السمنة يجي المريض بيحكي لي أنا يا دكتور أحب أعمل عملية طبعا قبل أن نقرر العملية للمريض إحنا فيه جزء توعوي والاستشارة تتم بحيث أن المريض نشخص الحال اللي عنده هل عنده أمراض ما عنده أمراض مسبب للبدانة ونسويه لبعض التحليل بعض الفحوصات الوضع الطبيعي والصحيح هو أنه هو يمشي على نظام غذالي صحي بعض التمارين يحاول أنقاس وزنه بالوضع الطبيعي كم أطلب عليه أنقاس وزنه؟ طبعا هي تتراوح من كل شخص لشخص لحد يوصل للوضع المقبول هذا قبل ما إحنا ندخل في مجال النقاش هل هو بحتاج عملية أو لا طبعا برجع بأكد الطريقة الطبيعية الأنسب والأسلم والأكثر ضمانة لعدم وجود مضاعفات في الوضع الطبيعي المريض برضو يتم تقييمه نفسيا هل هو يطلبها بسبب نفسي هل هو عنده مشاكل مثلا زي ما ذكرت أنت مشاكل نفسية مشاكل ممكن تؤثر على استهلاكه للطاقة واستهلاكه للأكل مثل الاكتئاب أو بعض الأمراض الأخرى يتم هاي كلها تقييمها ومن بعدها يتم تحديد هل المريض بحاجة إلى عملية أو لا ومن ثم تحديد نوع العملية طبعا إحنا منفحص المريض في بعض الفحصات الناس يقول لك أنا وزني زي هل الوزن هو المعيار الوحيد واحد وزنه 100 كيلو طوله 2 متر يعتبر هذا إشي طبيعي ممكن متقبل ولكن عنده واحد أقصر رح نلاقي له عنده تكتلات دهنية وعنده مشاكل وممكن هاي يتسبب أمراض لذلك المعيار السليم والمعيار الطبي اللي هو معيار كتلة الجسم قياس كتلة الجسم بالنسبة لمربع الطول اللي هو بعطينا الـ Body Mass Index اللي هو معيار الكتلة الجسمية يتراوح الوضع الطبيعي ما بين 18 ونصف لـ 24 وـ 29 وـ 25 ما تحت ذلك هو أقل من وزن الطبيعي ما فوق ذلك هو فوق الوزن الطبيعي فوق الوزن الطبيعي احنا منسميه وزن زائد في مرحلة بتعدد 30 هنا احنا دخلنا في مرحلة السمنة والسمنة أيضا ممكن نقسمها إلى مراحل مرحلة السمنة مرحلة السمنة المفرطة ومرحلة السمنة الشديدة تتعدى الأربعين طبعا طبييا أحد المتطلبات هذه الجراحة أن يكون المريض دخل في مرحلة السمنة أو السمنة المفرطة بالتوازي معها وجود بعض الأمراض المساحبة وهي ما نسميه بالمتلازمة الأيضية وجود سمنة مرافق إلها ارتفاع في الضغط مرافق إلها وجود النوع الثاني من أمراض السكر وزيادة في الدهنيات في الجسم وبالإضافة إلى أمراض أخرى وجود هذه الأمراض المصاحبة للسمنة وجدت الدراسات أنه عن طريق تخفيف الوزن وفي كثير من المرضى طبعا اللي يتم معالجتهم عن طريق العمليات الجراحية يتم معالجة هذه الأمراض أو الحد منها فإحنا علاجنا مرات للعمليات لبعض الأمراض يتم عن طريق بعض العمليات لذلك إلها دافع طبي وليست فقط شكلي تمام بسبب حتى تزيد الحالة صحيح إذن إحنا نفهم أنه تصل مرحلة قرار بإجراء العملية إذا كانت منك فعلا أمراض مترافقة مع هذه السمنة والسمنة أن تكون يعني فوق كما ذكرت يعني فيه أرقام هنا غير واضحة بالنسبة لي حتى ثلاثين لا خمسة وثلاثين خلينا نحكي نقول خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين هذه السمنة هذه السمنة هو معيار هو رقم نحن نعطي الوزن على مربع الطول بعطينا رقم هذا الرقم بعطينا مؤشر على السلم اللي نحن شايفينه أمامنا من ثلاثين إلى خمسة وثلاثين دخلنا في مرحلة السمنة فوق الثلاثين هي مرحلة السمنة ما بعد الثلاثين دخلنا في مرحلة السمنة المفرطة والسمنة الشديدة أحب Barker أفهم أكثر وقرب الصورة للمشاهد خمسة وثلاثين هي الكتلة الدهنية وهو رقم هو رقم فقط وليس رقم يدل على مثلاً وزن أو طول نسبة الوزن للطول بس هذه هي رقم معي إذن في هذه الحالة يكون القرار طبعاً في مؤشرات وفي فحوصات أخرى إحنا ممكن نسويها فحوصات سريرية أو أجهزة أخرى ممكن برضو نتعامل ولكن هذا هو الأساس المعيار ذكرت بأنه في فرصة تعطى بأن ينزل من وزنه يمارس الرياضة إعطاء نصائح ورشدات تعليمات عن الغذاء ونوع الغذاء كم هي المدة هذه قبل القرار العملية؟ طبعاً يفضل في الوضع الطبيعي هي تكون ستة أشهر تتراوح ما بين أقل أو أكثر حسب تجاوب المريض ممكن إحنا نعطي أساليب مساعدة عن طريق وضع برنامج غذائي له وتخصيص تمارين رياضي له في بعض الأشخاص ممكن يحتاجوا بعض الأدوية إلى آخره في حالة تجاوب المريض ونزول الوزن يعني إحنا منكون مبسوطين ووفرنا على المريض العملية عنها العملية في حالة عدم تجاوب هنا إحنا مننتقل لمرحل في الحلول الجراحية ما هي الأختيارات؟ هل للمريض أن يختار نوع العملية؟ طبعاً مريض هي عملية غير طارئة فخيار المريض هو شيء أساسي بطبيعة الحال ولكن إحنا دائماً وأن صاحب الإختصاص هو يعطيك النصيح الأحسن والأفضل للمريض لجسمه ولصحته فأنا لا أفضل أني أدخل أدخل المريض في مخاطرة بإجراء عملية دون الحاجة إليها وبالتالي أنا ما استفت بقدر ما أنا ضريت المريض لأنا أقصد هل يستطيع عندما يقرر النوم يعني خلاص دخل في كل الإجراءات لم ينجح الوزن مازال عليه أراد أن يعمل العملية هل عليه يستطيع أن يختار نوع العملية؟ أنا تبعاً نتحدث عن أنواع العملية إحنا انتقلنا لمرحلة أنه هو بحاجة لعملية إحنا منطرح إحنا كأطباء على المريض خيار واحد اثنين ثلاثة ونشوف شو الأنسب للمريض ومنناقش مع الحلول ونناقش الاستفادة المرجوة ونناقش مع بعض المضاعفات اللي ممكن تحصل معها أو بعض المشاكل اللي ممكن هو ممكن يحتاج أن يستمر في علاجها أو يتعايش معها بعد العملية إحنا رح نتحدث عن عمليات معينة ورح نسمع منك أو توضح لنا من خلال هذه العمليات الثلاثة كمان الآثار الجانبية بالنسبة لها وهذه العمليات هل هي مناسبة لأي شخص وفيك تذكر لنا العمليات الثلاثة ما هي تمام لو نحط الصورة اللي بعدها شاهد الصورة الأخرى حتى طيب إحنا العمليات تقسم إلى عمليات تداخلية جراحية وعمليات غير تداخلية تمام عمليات غير تداخلية طبعا ما لا يتم فيها وجود جراحة المريض ممكن يكون تحت التخدير أو بدون تخدير ولكن ما فيها جراحة ما فيها عملية جراحية نحكي بعجالة إحنا عن العمليات هاي وأشهر هاي العمليات اللي موجودة حاليا ومطروحة في المجال الطبي أبرز العمليات غير التداخلية اللي هي عملية البالون المعدة يتم إنزال بالون في المعدة عن طريق المنظار أو في طريقة جديدة اللي هي عن طر الكابسولية اللي هي طبعا ما هي أول صورة أول صورة إذا مناقدر نوضحها اللي تكون واضحة أكثر يتم إنزالها في المعدة وهذا البالون يتم نفخه داخل المعدة بحيث يأخذ حيز من المساحة الموجودة داخل المعدة وتقليل الحيز المتاح للأكل عند الطعام عند الأكل بحيث يشبع المريض أو الشخص بكمية أقل من الطعام وهنا نتبعها بنمط معين من العمليات اللي يسمونه الحجم تحجين فهنا قللنا من الحجم والمساحة الموجودة داخل المعدة عن طريق وجود بالون وعن هذا البالون بالعادة يتم وضعه لمدة 6 أشهر بعضها يتم نفخه على مرحلتين بعد الانتهاء من هذه المرحلة والمتابعة والتأكد من انزال الوزن عند المرض يتم إزالته إزالة البالون إزالته هل صحيح ما نسمع أن البالون قد ينفجر أو؟ حتى لو انفجر ما فيه مشكلة ما يأثر حتى لو فيه محليل المحليل هي بتكون عادية ممكن يمتصح الجسم ممكن حتى لو هو بعض البالونات اللي أصن في الأسواق هي موجودة بحيث أنه بعد فترة ممكن يتنتهي صلاحية وينزل مع الإخراج طبعا بس يعني نشرح أنه نوع البالون هذا لأنه قد يتبادر لذهن أي شخص بالون طبي سيليكون بحيث لا يتفاعل مع الجسم ما يأثر على الجسم ما يسوي أي مشاكل طبعا دكتور اسمح لي نبقى عند هذه اللوحة ولكن ناخد فاصل قصير يعني مش الوقت سريع لكن انتظرونا مشاهدين الكرام لنعود إليكم بعد هذا الفاصل القصير جدا أهلا بكم مشاهدين الكرام ومضوع حلقتنا لديه اليوم صمن المفرطة وأهم العمليات الجراحية وأكيد أهم طرق العلاج مع دكتور بشار عربيات وهو اختصاصي جراحة عامة واختصاصي جراحة منظر وزميل جراحة تجميل نحييك دكتور نحيي متابعينا ونكمل معك دكتور عن أهم أنواع الجراحة تحدثنا جدا عن البالون شرحت عن هذه العملية السؤال ما هي الأثار الجانبية بالتأكيد إحنا لو نكمل عن بعض العمليات ونرجع بعدين نحكي عن بعض حكينا البالون هو باخذ حيز من المعدة بقلل المساحة الموجودة لإنزال الطعام فيها بحس المريض بشبع أسرع نقصان الوزن فيها ممكن محدودة شوي ممكن إحنا نستخدمها كعملية تجسير أو أنه هاي نستخدمها كحالات السمنة غير المفرطة لأنه قليل كتكلفة أقل ومضاعفات أقل تداخل غير جراحي تداخل آخر هو جراحي أو نعتبر من تداخلات الجراحية المحدودة وكان منتشر ممكن أقل انتشارا الآن اللي هو وضع حلقة على المعدة بحيث ندخل منطقة البطن بالمنظار تضييق هذه الجزء من المعدة بحيث يحصر الطعام في الجزء العلوي وإنزاله يتم بكمية قليلة فنفس المبدأ هو يتم تضييق المعدة العمليات الآن أصبحت أكثر انتشارا اللي هي عملية تكميم المعدة وقص المعدة وعملية تحويل المسار طبعا هي تداخل جراحي أكبر من السابق من العملية التي سبقاها فتكميم المعدة نحن ندخل بثقوب عن طريق البطن عملية بالمنظار يتم تحريغ المعدة ومن ثم عن طريق مكافز جراحية قص جزء من المعدة وتدبيسها هذا الجزء المزال يشكل تقريبا 75-80% أو ممكن أكثر من حجم المعدة الكلي كمية كبيرة تعتبر كبيرة يعني يخص 70% فالباقي من المعدة عبارة عن مجرد أنبوب أو مساحة حي الصغير لذلك المريض عندما يتعافى من العملية ومنعطيه طبعا مرحلة التعافي والتعليمات ما عنده الاستطاعية كل نفس الكمية على طول يعني هذي بيرمينت يعني دكتور مفروض على طول ولكن بعض المرضى للأسف بيكون لنفسه أعادات مثل هنا يعني زي ما بنحكي السناكات النزلشات يعني بصير يشرب المشروبات الغازية يعطي تعطي كالوري زيادة حتى لو المساحة قليلة زائدا ممكن بعد فترة تتمدد شوي فيها خطورة خطورة طبعا ما في أي عملية بدون خطورة خطورة هذي خطورة أي عمليات ممكن تصير ولكن خطورة خاصة أو مضاعفات خاصة طبعا من ميزاتها أنه إحنا منقص هذا الجزء من المعدة وجزء من هذا المعدة مسؤول عن إفراز بعض هرمونات التي تشعر المريض في الجواب فإحنا مع إزالة هذا الجزء يتم التحكم أو خلينا كتقليل من إفراز هذا الهرمون بعض المشاكل طبعا إحنا في منها نادر وفي منها شغلات مضاعفات ممكن تكون خطيرة ممكن مضاعفات بسيطة ممكن مضاعفات نادرة جدا وفي بعض المضاعفات المتوقعة بعض المضاعفات المتوقعة الشعور باللعيان الشعور بالغفيان صعوبة الهضم بعض الأحيان طرابات الهضم هذه كلياتها إحنا منعطي نصائح كيف يتم تناول وجبات الأكل نوعية الأكل طرق التوازن بعد فترة المريض برجع للوضع الطبيعي بكون هو عارف كيف يتحكم وجسمه تعود إن شاء الله برجع للوضع الطبيعي قبل أن تصل إلى تحويل المسار تكميم المعدة أو قص المعدة ذكرت أنه قص نسبة معينة من هذا الجزء أو تكبيسه باللي شرحت لي في المكبس الجراح نعم يعني أنا بس حبيت استفسر عن نقطة مهمة ذكرت بأنه يبقى على نفس المقاس أو المقياس اللي لا يستطيعني أكل أكثر بسبب أنه يعني قص من المعدة نسبة كبيرة في حالة إذا عاد إلى يعني الحبيت أو ساليبه الأسلوب الأول في الأكل وغيرها هي المعدة تتمدد ما أريد أن أسألوا أنه هل هناك خطورة في هذا التمدد؟ هل يسبب له مثلاً نزيف أو ألام أو بما أن المعدة أصبحت صغيرة جداً؟ صحيح سؤال جيد هذه من بعض المضاعفات المباشرة بعد العملية بالعادة تحدث مضاعفات العملية نفسها وممكن أن يتم بعض تسريب بعض النزيف ممكن يتم تموضع غير صحيح للمعدة أو مشاكل نحن بطبيعة الحال نتأكد من سلامة المريض بعد العملية نجري له بعض الفحصات أو بعض الصور الملونة إلى آخره عندما يعني المرحلة هاي بتعدي الأمور تمام إن شاء الله ندخل معاه في السوائل الأكل شبه السائل الأكل الطريق ثم يعني منعطيه برنامج كيف يرجع يوازن ما بين الأكل يعمل بعض الممارسات الرياضية إلى آخره هذا كلياته في حال التزام المريض يجب أن يستوعب المريض أنه هذه العملية لا تغني عن الرجوع إلى نمط حياة طبيعي إحنا هاي العملية مساعدة وليست بديل عن إنزال الوزن ومن ثم إكماله ببرنامج صحي من الرياضة ومن الطعام في حال إذا لم يلتزم هل يعود وزنه؟ ممكن يبقى وفي بصير حالات كتير هم برجعونا بيحكولنا يا دكتور أنا عمل قص المعدة وأنا أموري تمام وبنزلوا في العادة في فترة قصيرة وزن شديد يعني نزول شديد ومن ثم نزول خفيف إلى أن يستقر بعض الناس بتلاقي شوي شوي بلش اللي هو النقرشات أو الأكل الصغير كل فترة قاعد بها كله شغلي حاط شغلي بجيب تول الأكل السكريات العالية هاي كلياتها بتساعد أن يرجع حتى لو صغرنا حجم المعدة حجم المعدة ممكن يزداد شوي زائد السعرات الحرارية الكبيرة وكل ياتها هاي في مرضى برود برجعو بتجعله الوزن في الشرط كما كان ولكن برتفع في هذه العمليات هل يحتاج الجسم إلى فيتامينات؟ طبعا قص المعدة وخصوصا تحويل المسار إحنا رح نتكلم عنها اللي هي عملية تحويل المسار الأمعاء إحنا حكينا هي مركز الامتصاص الأساسي للطعام في بعض الحالات السمنة الشديدة أو بعض المرافق للأمراض احنا ممكن طبعا قبل العملية احنا مندخله في نظام غدائي بحيث نحد من كمية الدهون خصوصا على الأحشاء الداخلية والكبد بعض هاي العمليات موجودة برضو احنا اللي حكينا عنها عمليات تجسير لعمليات أكبر منها منها عملية البالون وعملية تكميم المعدة هي أصلا أنشئت لهذا السبب ولكن موجودة أنها فيها تجاوبة أكبر بدل ما الأمعاء يكون يمر فيها الطعام في أربعة خمسة مترون تم امتصاصها بشكل خلينا نحكي إذا كان مية في المية احنا منمر على طول أقل من الأمعاء عن طريق تحويل هذا المسار منقص جزء من الأمعاء ومنعدي على طول تقريبا مصف الأمعاء إلى أن نصل إلى منطقة أقرب إلى المسران الغليد بحيث أنه يمر على مسافة أقل ويتم امتصاص أقل من الطعام هذه ممكن تسبب مشاكل عن طريق قص المعدة طبعا تحويل المسار الحالي كمان فيها قص للمعدة بعض الحالات بعض العمليات كتحويل مسار المعدة منقص جزء من المعدة منسوي اللي هي باوتش أو جزء صغير من المعدة بحيث نوصل إلى الجزء اللي قصيناه من الأمعاء والعصارة منحولها العصارة الصفراوية وعصارة البنكرياس إلى جزء من الأمعاء بتصير وصلات يعني أشعر أنها كأنا عملية كبيرة عملية أكبر طبعا من تكميم المعدة لذلك مضاعفاتها وخطورتها أكبر وإحنا منتحاش نسويها إلا الذي فعليا يحتاجها ميزتها أنه إنزال الوزن فيها بحيث المريض أكل أو ما أكل رح يتم إنزال لأنه العملية الامتصاص في النهاية المريض ما بتحكم فيها فالمسار اللي بيمر فيه الطعام بدل ما يمر فيه كامل طول الأمعاء هو يمر فيه جزء أقل فالامتصاص بالتالي رح يكون أقل عملية تكميم المعدة وتحويل المسار بالذات بعض أجزاء الأمعاء بعض الأنزيمات المفرزة من المعدة والمواد الهاضمة مختصة بامتصاص بعض الأملاح بعض الفيتامينات بعض المواد المهطومة لذلك ممكن إحنا تشكل معنا مشاكل هذه المضاعفات المتوقعة اللي إحنا طبعا من وعي المريض قبل العملية ونفهم أنه ممكن تحصل معك واحد من ثلاث وفي مرحلة ما بعد العملية إحنا طبعا ممكن نعطيه لهم المكملات الغذائية بحيث نعوضه عن مثلا نقص الكالسوم الفيتامين بي 12 إلى آخره يعني صراحة فعلا لا يحتاج إلى خوض أي إنسان أو تفكير حتى إذا كان هناك إرادة وقدرة على أنه ممكن أن يقوم بكل الأشياء الطبيعية قبل وصوله إلى هذه العمليات طيب بالنسبة لتحويل المسار لمن هي؟ لأي فئة؟ طبعا في فئات إحنا هاي خاصة إحنا ما منحب نخضع جميع المرضى لتحويل المسار وإن كان باستطاعتنا إحنا نعملها ما يعني بالخاصة؟ يعني مريض عنده سمنة حكينا مفرطة في أمراض مزمنة معاه تشكل خطورة على صحته في حال فشل بعض العمليات السابقة إحنا ممكن نعمل تحويل المسار يعني ممكن يكون جرب حتى شخص ممكن جربها ونحولها إلى عملية تحويل المسار ما في مشكلة طبعا هاي يتم نقاشها مع الطبيب المختص مع المريض مباشرة بحيث يبين له شو المشاكل اللي ممكن تصير وشو خطورتها في مقابل الاستفادة المرجوة منها طبعا إحنا دائما منضع بين كفتين ميزان المشاكل اللي ممكن تحصل والاستفادة إذا كانت الاستفادة أكبر طبعا ممكن طبعا في هذه العملية تحويل المسار يعني كما ذكرت قاطع ولسق يعني لا تعود يعني لا ترجع كل ما يعني أخرج من في تحويل هذا المسار أو قص من المعدة وقص من الأمعاء يعني لا يعود إحنا في حالة تحويل المسار إحنا ما منتخلص من الجزء من الأمعاء اللي منقصه في حالات نادرة ممكن نرجع هذه الأمعاء في حالات نادرة طبعا ولكن مش هذا الأساس طبعا هذا إشي صعب ومتطلبات وعالية جدا ولكن رح تغير فيسيولوجية الهضم عند الجسم وعند الإنسان فمشان هيك تغير الحياة وتغير نمط الحياة والأكل عنده رح يكون دائم وهذا ما قصدته أنه يعني عند إجراء هذه العملية لا تعود الأمعاء هو خيار نهائي ولكن يعتبر تقريبا خيار نهائي في عمليات قص المعدة وتغير المسار رأيك أنت كطبيب من ضمن العمليات هذه الأربعة وهم الأكثر يعني خصوصا تكميم المعدة ما هو الأفضل؟ الأفضل أنا ما بقدر أعمل في النهاية هي الأفضل للمريض لذلك إحنا ندخل في عملية فحص المريض واستشارة مقدمة للمريض وندخله في عملية التنظيم الغذائي وإنزال الوزن من بعد المشاورة مع المريض وجود الفحوصات والمعطيات اللي أمامنا نقرر أيهما أحسن للمريض أكثر استفادة وأقل ضرراً وأقل ضرراً دكتور هل صحيح أن كل من يجري أحد هذه العمليات أو إحدى هذه العمليات يصاب بالاكتئاب؟ لا الاكتئاب هو ما إلو سبب واحد ما منقدر نربط مباشرة بهذه العمليات ممكن يكون مربوط في مرحلة التعافي من العملية نقصان بعض المواد الغذائية التي ممكن تعمل توازن في الجسم عن مستوى الصحة النفسية والعقلية ذكرت عن المضاعفات لا أدري إذا كانت هناك عملية عن أخرى أقل مضاعفات وأثار جانبية؟ طبعاً نحن كما هو مرتب في الصورة هي الأقل مضاعفات من اليمين إلى اليسار للأقل تداخلاً وأقل جراحياً لعملية بالون المعدة عمليات طبعاً هي الفائدة المرجوة منها صحية أقل خطورة ولكن الفائدة المرجوة منها في إنقاص الوزن تكون أقل فالفائدة منها محدودة ولكن مقابل أنه ضررها أقل من باقي العملية ممكن تظهر أثاري عليها وإن كانت أقلها طبعاً ما في أي علاج أو ما في متابعة صحيح طبعاً هذه العملية إحنا ممكن نستخدمها كجزء من عملية إنقاص الوزن وممكن حيث يستمر المريض على إنقاص الوزن أو المحافظة على الوزن ما بين 10 إلى 15 كيل حبيت تسأل عن الأعمار التي ممكن تجرى لهذه العملية ما هو السن المفضل؟ طبعاً العمر تتراوح يعني وحسب المريض وإحنا منحدد هل هو في أمراض مصاحبة إلها ولا لا ولكن إحنا بالعادة يعني نتحاش مثلاً في الأعمار الأطفال أو صغار السن إلا في حالات نادرة جداً طبعاً هذا بناء على إنه الطفل هو في مقدرة إنه لسه ما موقت بحيث إنه يكون في مجال تعديل الوزن بالطرق الطبيعية ما في مشاكل صحية تلزمنا بإنه نجري العملية ولكن في العادة الأكبر في السن في العمر المتوسط ممكن يأتي معهم بعض الأمراض المزمنة ممكن تؤثر على حياتهم وتجعلهم في خطورة فتجعل العملية أكثر طلباً لدى هذا المريض تمام بالنسبة لهذه الصورة أيضاً نشاهدها يعني تعطينا توضيح لها؟ طبعاً من بعض المضاعفات إذا صح أن نسميها أو اللي هي المخرجات تأتي العملية نقصان الوزن مع نقصان الوزن طبعاً بطبيعة الجسم البشري والجلد اللي هو أكبر عضو في الجسم أنه هو عضو مطاطي كوفي تراهل بهذا المعنى؟ صحيح فهو بتمدد مع زيادة الوزن لكن عند رجوع الوزن إلى الوضع الطبيعي هذا الغلاف زي البالون ننففه صحيح بس ما برجع زي ما كان أملس برجع فيه شوي التجاعد فهذا الجلد نفس الشيء برجع فيه تراهلات زي ممكن يكون في بعض الكتلة الدهنية المتبقية يعني ممكن تشكل شكل غير مرغوب فيه صعوبة في إزالة الوضع الطبيعي كيف يمكن نتخلص من ذلك؟ طبعاً هذه العمليات هي مش عملية إنقاص وزن هذا شيء مهم ليجب أن يستوعب المشاهد أن هذه العملية ليست لإنقاص الوزن ولكن هي لنحت الجسم بعد إنقاص الوزن في بعض خلينا نحكي بعض الهوامش بعض الزيادات اللي إحنا حابين نتخلص منها باستشارة أخصائي جراحة التجميل اللي هو مختص في هذه الحالة يتم مراجعته وبالتخطيط لهذه العملية نجد طبعاً في الوضع الطبيعي الجسم يدخل حسب من شخص لشخص يختلف من ذكر إلى أنثى حسب العمر كمية نقصان الوزن وتوزيع الدهن يختلف نعمل إشي اسمه عمليات الشد وعمليات الشفط عمليات الشد في الجزء العلوي من الجسم عمليات أسفل الدراعين بحيث تكون هذه الندب بعد التخلص من جزء من الدهن والجلد في عمليات قص ومن ثم شدها بحيث تكون الندبة بمكان غير ظاهر الثدي عند النساء وحتى عند الرجال حالات التفدي طبعاً عمليات الشد في الوسط في الوسط ممكن يكون عن طريق شد البطن إلى حد أنه ممكن نشد كامل الخسر طبعاً في الجزء السفلي اللي هي عملية شد الأرداف والأفخاد والشفط ممكن يكون بالتوازي أو بشكل مفصول عن هذه العمليات وأيضاً ممكن فيه إحنا عندنا خيار أنه هذا الدهن اللي إحنا نستخلصه من عمليات الشفط أنه ممكن نزرعه أو نحقنه في أماكن أخرى في الجسم حسب الشكل المرغوب والمرجو لأنه فيه نقصان في بعض الأماكن إحنا بالعكس هو يرغب أنه يكون فيها كتلة دهنية أو امتلاء أكثر من غيره السؤال هو يعني بعد إجراء هذه أنواع أحد أنواع العمليات هل هذا يأتي بعد العملية بفترة ما أخضاعه لهذه العمليات اللي هي القص والشد والشفط؟ طبعاً هي تعتمد على إنزال الوزن لذلك ليس فقط المرضى الذين يخلعون العمليات السمنة هم اللي يحتاجوا لهذه العمليات ممكن مريضه كان عنده سمنة نزل بالشكل الطبيعي أصبح عنده ترهلات نعمله هذه العملية بعض المرضى خصوصاً عند النساء بعد الإرضاء بعد الحمل ممكن يصير عندهم ترهل في منطقة البطن منطقة الثدي زائد ممكن مصاحبة لهذه العمليات نعمله إصلاح للفتق أو مشاكل في جدار البطن هذه العمليات ممكن إنه إحنا نعملها في مرحلة ما بعد نزول الوزن وتثبيته لذلك ينصح أو بطبيعة الحال دائماً يعني كلهم هذا هو استثمار فإنت مهما حافظت على استثمارك أنت بتكون أنت الكسبان فنزول الوزن في مرحلة واحدة ليس كافي إنه هاي نعملها الأفضل إنه إحنا ننزل الوزن ونحافظ على حيث إنه هذه العمليات تكون دائمة طيب فيه سؤال وصلنا من فلسطين وزنها كان 120 نزل إلى 80 أصبح لديها تراهلات وخصوصاً في اليدين تسأل المشاهدة الكريمة هل هناك طرق معينة طبيعية وأيضاً في البطن هل هناك طرق خاصة طبيعية لشد هذه المناطق البطن واليدين بالنسبة لزيادات والتراهلات طريقة طبيعية الأسهل والأنجح أنه المنطقة هاي كانت ملأة دهون مليها عضلات بعض ممارسات الرياضة ممكن يعمل بعض الامتلاء إلى حد ما في هذه المناطق ولكن في حالات مهما اشتغلنا في الطرق العادية مش رح نحصل الشد المرجوع أو اللي بتخيله المريض لذلك احنا نذهب إلى العمل الجراحي ولكن ممارسة الرياضة إلى حد ما ممكن يعطي بعض النتائج العلاجات الطبيعية وإستخدام الزيود في المساج وغيرها هل هذه تساعد لإرجاع الجسم بالشيء؟ هذه يعني مختصة يعني طبعاً بتخصص الجلدية يعني زملائنا في تخصص الجلدية ولكن هو ممكن يعطي بعض النظارة الخارجية أو يحمي بعض التشققات لأنه كثير من المرضى عندما تعرف عند السمنة أو عند الحمل صاحبها بعض التشققات يفقد الجلد بعض الشيء من نظارته أو من المرونة تاته إذن الرياضة هي الأساس ممكن تعيد للجسم ممكن يعمل شوية امتلاء بدل الدهون اللي راحت من هذه المنطقة طبعاً هذا ممكن يكون محدود في بعض الحالات لذلك عندما تكون الترخل الشديد الحل الجراحي هو الأفضل طيب دكتور يعني وصلنا للدقائق الأخيرة يعني النصيح العامة أعطيتنا يعني فكرة واضحة جداً ودقيقة على أهم العمليات وأثرها الجنبية وفوائدها طبعاً أكيد وقبلها النصائح الهامة لمحاولة تسرجع الوزن الطبيعي مع الغذاء الطبيعي وقبلها أهمية الهضم يعني الابتعاد عن مشاكل الهضم وسوء الهضم بالمضغ السليم للطعام ويعني الأنظمة الغذائية السليمة ما هي نصائحك العامة نختم في هذه الحلقة؟ طبعاً دائماً إحنا زي ما بنحكي المعدة هي بيت الداء والدواء دائماً الواحد يحافظ على صحته عن طريق تنظيم الأكل والمحافظة على هذه الإرادة هي العامة الأساسة الطريقة الطبيعية في إنزال الوزن والمحافظة عليه هي دائماً أنجح الطرق وأسلمها فدائماً هذا بعود للمريض ممارسة بعد الرياضة هو الكسبان في النهاية الحلول الجراحية هي حلول ليست بديلة في النهاية ولكن إحنا منساعد المريض في بعض الحالات نصيحة الأخرى دائماً يذهب إلى صاحب الإختصاص دائماً اسأل عن صاحب التخصص واسمع النصيحة منه ليست فقط رغبة المريض هي المحدد الأخير في النهاية إلى عمل عملية أو عدم عملها دائماً الواحد يسعى للنصيحة الطبية وبناء ما يحدد الطبيب بالنسبة لرغبة المريض والحاجة إلى العملية يخرج الطبيب والمريض إلى حل مشترك للأسف طبعاً إحنا فيه بالإعلام والترندات أصبح المفاهيم شوي مبهمة لبعض الناس وخاطئة لبعض الناس الآخرين لذلك دائماً اسعى أنك تروح إلى الطبيب المختص وصاحب الإختصاص اللي ممكن يعطيك أحسن نتيجة وأقل مضاعفات وهو الضمان الأول والأخير طبعاً في هذه الحالة بالتأكيد مئة بالمئة أتفق معك دكتور أشار شكراً عباد اختصاصي جراحة عامة وجراحة منظار وزميل جراحة تجميل نشكر لك على كل هذه النصائح القيمة الطبية على أمل لقاء بك أكيد في مواضيع تخص التجميل والسمنة والعمليات الجراحية المختلفة الآن صححت لنا كثير من المفاهيم السليمة شكراً لك مرة أخرى لا عفو شكراً لك حسن المتابعة مشاهدين الكرام قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم تحدثنا عن السمنة المفرطة طبعاً العمليات الجراحية وأهمها وطرق العلاج وكيفية الوقاية بالأساس وأهم النصائح من دكتور بشار طبعاً يمكنكم كالمعتاد متابعة البث المباشر القناة الحوار على اليوتيوب وأيضاً تواصل معنا عبر كل منصاتنا عبر السوشال ميديا نلتقي السبت القادم في موضوع طبي جديد تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة